السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هنأفراج مصممة هندي ميد فيديو النهاردة هنشوف مع بعض ازين ازين طقم بسكت وعلبة مناجيل وفوزة صغيرة من خامة البمبو او الخوس زي ما احنا شايفين كده الشكل قبل التزيين هنستخدم مجموعة ورود باللون المناسب للمكان اللي انا هحطه فيه وحنستخدم اكسسوارات من ورود صغيرة او بزور صغيرة واوراق شجر ودي خامات متوفرة دلوقتي بالاسواق واسعارها معتدلة جدا وشرايط ستين نبدأ اول حاجة نزين الباسكت نجهز الورود بان احنا نقطع الورود من الافرع بتاعتها ونجهزها للشغل جهزنا الورود نبدأ في تدكيك الباسكت الفراغات الموجودة في دي بندكيكها بشرايط ستين اما شرايط ستين يكون عريض فيبقى مجرد طبقة واحدة او صف واحد او زي ما انا هنا بستخدم شريط ستين هعمله على صفين وممكن ثلاثة بنقفل بمسدس الشمع من الامام كده ونعمل الصف الثاني وبرده نسبته من الامام وبعد كده بنداري المكان اللي احنا عملناه بمسدس الشمع من قدام بان احنا بنحط شريط ستين طويل كأنه فيهم كامل قدام هنا استخدمت كمان شريط ستين رفيع بين صفين شرايط الستين العريضة بنفس الالوان الموجودة في بوكي الورد زي ما قلتلكم هنحط هنا شريط ستين قدام في المكان اللي قفلنا فيه بمسدس الشمع وبعد كده هنسبت عليه الورود اشتركوا في القناة هنبدأ بوضع المورود الكبيرة نسبتها ونحط أوراق الشجر وبعد كده نبدأ ندخل بين الورود الكبيرة الورود الصغيرة اللي في البوكيه طبعا تنسيق الورود وكده ده حسب زوك انت اللي شايفاه يكون أجمل بتعمليه اشتركوا في القناة نبدأ بعد كده نبدأ بعد كده نحنا ندخل ورق الشجر اللي ورته لكم في الأول خالص اللي هو الاكسسوارات الجاهزة مع البذور الصغيرة بتديها شكل جمالي أفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده حطينا ورق الشجر نبدأ بقى ندخل البذور الصغيرة بين الورود بتبقى يعني تطشات بسيطة لكن بتخلي الشكل احلى ترجمة نانسي قنقر وبكده نكون خلصنا زينة الباسكيت ونبدأ في تزيين علبة المناجيل بنفس الطريقة بندكك برضو الفراغات الموجودة فيها بشرية الستان وبعد كده على جانب واحد بس من علبة المناجيل من فوق بنبدأ عملية التزيين بورق الشجر والورود طبعا بيتم التزيين بطريقة بتبقى متنسبة جدا زي الباسكيت بيبقى نفس الورود لبزور الصغيرة نفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحط الوزور الصغيرة كده بين الورود نحط الوزور الصغيرة نبدأ بقى بالفوزا نفس الحكاية هندكك برضو الفراغات بشرايط الستان ونحط في القاعدة بتاعة الفوزا قطعة من الفلين عشان نسبت فيها الورود نحط الوزور الصغيرة 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 برامة من الشرار الصغيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة